الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود واد من غارها فأما دمود فأولكوا بالطاغية وأما دم فأولكوا بريح صرصر نادية سخرين سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرى كأنهما جاد نخل خاوية فهل ترى لكم من باقية وجرى فرعون ومن قبل والمتفكات بالخاطية فأسوا رسول ربهم فأخذوا مطرة وابية إنا لما أطغى الماء حمل لكم الجارية لنجعلوا لكم تنكرة وتعيها أذن واية فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة وحملت الأم والجبال فذكتها ذكتا واحدة فيومئذ وقات واحدة وإن شقت السماء فهي يومئذ واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما منوتي كتابه بيمينه فيقولوا ها أم اقرأوا كتابها إني ظننت أني ملاق حسابها فهو فيشة الغابية في جنة نالية تطوبها ثانية كنوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما منوتي كتابه بشماله فيقولوا يا ليس لي لموت كتابها ولم أدنى حسابها يا ليسها كانت القاضية ما أغنى عني معلها هلك أني سلطانية خذوه بظلوه ثم الجحيم صلوه ثم فيه سلسلة الذرع سمعون ذرعا مسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخب على طعام المسكين فليس له يوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من رسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا يفصم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاهر قليلا ما تمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيلهم من رب العالمين وليس قول علينا بعض القاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسين فما منكم من أحدنا المحاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكربين وإنه لحكمتنا الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبح ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر